هل الإسلام قاعد يمنعنا عن هل أشياء؟ أنا نرد في بعض العادات والتقاليد بالنسبة لي أنا موعد مقتنعة فيها بس ما حضرت ذبحت يدت مشاهدين أكيد تذكرون أهم البرامج والفعاليات اللي صارت في مدينة الشباب ومن ضمنهم بودكاست هب طبعا اليوم نحن متواجدين عشان نسمع أهم الأعمال اللي تأهلت للفوس طبعا أهي بودكاستات لشباب بحرينيين لكل واحد منهم عند رؤية مختلفة أول شيء هو تشلنا قاعدة تسوالف بناتنا قاعد مع بعض نتكلم بكل أريحية نطرح المواضيع اللي تهمنا اللي بنتكلم فيها واحدة من الحلقات اللي أنا مجهزتها اسمها العادات والتقاليد أحنا اليوم وصرتنا العادات والتقاليد من أبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا بس ما بالضرورة كل العادات والتقاليد اللي وصرتنا هي صحيحة على سبيل المثال إبناء ما يصر تروح ما يصر تيب روحها ما يصر تسافر بروحها ليش من اللي حطها القوانين وليش حطيتونها هل الإسلام قاعد يمنعنا عن هالأشياء أنا في نقطة معينة إذا الإسلام يعني يعني الإسلام والعادات والتقاليد آيما يكونون متقاربين بينهم وبين بعض بس في بعض العادات والتقاليد بالنسبة لي أنا مو وعد مقتنعة فيها وأغلب البنات بعد مو مقتنعة فيها هل أنت خطي بعض التجارب في عالم البحار شخصيا؟ نعم جزء من اختياري حق هاي البودكاست أصلا أنا كنت ويد ويد أحب أغوص خصوصاً أنا كنت درسة في مصر فكنت ما بين فترة وفترة أروح شرم الشيخ أو الغرداء أو أي مكن في بحر في مصر وأغوص لازم يعني ففي مصر عموماً جربت أغوص كل مكن البركاست هو يتكلم عن السفر عبر الزمن وعن العاب بالفيديو والأفنم والمسلسلات وكذا مواضح شنو ممكن يصير أن لو رجعنا في الزمن واخترعنا شيء اسمه اللي هو بما معنى أن لو رجعتي للزمن وسمح الله ذبحتي يدت شنو ممكن يصير أن لو صار هالشيء يعني اختفينا من هالدنيا إحنا قررنا أن نتبنى برنامج من البرامج اللي بتفوز في هذه المسابقة فمن بين عشرة برنامج إحنا صورنا لهم ثمان حلقات لثمان مشاركين من بين البرامج المشاركة فازوا ثلاثة برامج إحنا بدل ما نتبنى برنامج واحد تبنينا الثلاثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر